حزم جديدي لطور الزومبي الان متوفر في الستور ارحب مرحبا بكم شباب كيف الحال معكم انس او شيخ العرب اللي مرجعت لكم فيديو جديد فورتنايت طور الزومبي نشترح نوياكم حزمة الساموراي الاسطورية ونشوف شو رح نحصل بالحزمة وبتستهل انك تشريها ولا لا كله ان شاء الله رح نعرف غلال هذا الفيديو اذا انت جديد القناة اهلا وسهلا فيك منتشرف تشتركوا معنا وبنصير معاكم اكبر عائلة شيوخ لا تنسوا اللايك واذا حاب تدعمنا كود الاتم شب كود الشيوخ SLA تدعمنا بشكل كبير وشكرا لكل الشيوخ لاستخدم الكود فما بدنا نطول عليكم خليونا نبلش موقع شيخ العرب الموقع الخاص في القناة اول واكبر متجر عربي متخصص في فورتنايت طور الزومبي سامبيين برايت كور جميع موارد طور الزومبي وجميع تربات طور الزومبي ليفل 130 فول بير مش بس هيك جميع اسلحة طور الزومبي بتلاقيها حاليا في المتجر الخاص في القناة بالاضافة الى اندر لحسابات الموجودة حاليا في فورتنايت حسابات بنت الطيارة حسابات بلايك نايت حسابات سيزن ثاني وثالث فما فوق اهلا وسهلا فيكم رابط المتجر موجود في اصف هذا الفيديو اول شغلي راح نحصلها من الحزمي اذا انت شخص بتلعبها طورية لو ما عندك طور الزومبي واشتريت الحزمي راح تقدر تفوت على طور الزومبي وتلعبها ثاني شغلي راح تحصل هيرو الو بيركات معينة في طور الزومبي وعلى اغلب راح يكون ريسكن ان شاء الله يكون هيرو بيركات جديدة ولكن ما اتوقع ثلث شخصية او ثلث ايش راح نحصله من الحزمي اللي هو الاسبير اسبير ريسكن عن اسبير موجود ان شاء الله بعد ما نشتر الحزم ونطلعه راح اطوره ونعمل عنه ريفيو في القناة ورح نحصل كمان على شخصية الساموراي كاسكن تستخدمها في البتر ريال ففيك تستخدم هاي الشخصية في البتر ريال تلعب فيها عاد واكيد راح نحصل على الشنتة وراح نحصل كمان على الف في باكس راح تحصل عليها لما تحل الديلي ميشن والحزمي جاي عنا بسعر 16 دولار اللي مستغرب شو هي العملة هي عاملة الشيك المتداولي عنا في فلسطين فانا راح اشتريها ونقول ان شاء الله يراب تطلع الحزمي اسطورية فراح ارجع لكم بعد عملية الشراء تمام شترينا الحزمي واول شيء اللي راح يعطون اياها لساموراي سكروبر باك ريوورد اول جايزي نشوف شو هي اللي هي رجاع عنا بالإبك اعتقد راح يطولنا يا ليجندري اذا ما عطونا يا ليجندري راح نحرف على ليجندري فاول شخصية عنا الساموراي وجاي عنا هو نينجا وشكله صراحي السطورة بدكم الصراحة اوكي ثاني شخصية اللي هو السبير او الرمح اوكي ثالث شغلة اللي هو التشالنج اللي بعنطينا منه الف في باكس اذا حلنا الديلي ميشن راح نستعرضها ونشوفها كيف ممكن حصل على الف في باكس اوكي وعنطينا منه هدية شكرا وهاي للناس الاجداد لازم تخلص الهوم باستورمشيلد فينت دمبر ون عشان تاخذ التشالنج وتحصل منه الفي باكس انا مخلصه فا راح اشوف المهمات الفي باكس ثاني شخصية اللي هو بتقدر تفوت انت على طور الزومبي بي في بي تشامبيون اكسيز تقدر تفوت انت على طور الزومبي وتلعبها وهي اشي حلو صراحة واشي منيح من ايبك جيم منها تشجع الناس اللي بلعبوا بتالريال يجي يفوتوا لطور الزومبي ثالث ايش حصلناها حلوة جيدة بس طويل يخرب شرها ثالث شغلة اللي هي الشخصية اللي اخذها حاليا في الطور البتالريال نعم حلوة نوعا ما هيك اشتريناها فنروحنا اياكم على الهيرو ونشوف الهيرو موجود ايهون اوكي نستعرضه باركاته متخصص في الاسبير لانه جاي معه في الرمح وبيزيد الاتاك الافيشنسي اللي هو لما تضرب ضربة الهيفي اتاك باستخدام السبير بتقلل سحبك للطاقة اللي عندك مقدار 65% كسبورتيم و 200% ككوماندر او كشخصية اساسية لستخدام تداخل جيم بلاي للأسف الشخصية هاي ريسكن عن شخصية موجودة من حدا تعتقد النيون او المليتري واحد منهن فمش باركات جديدة ومش مميزة هاي كان بالنسبة للشخصية فنروحنا اياكم على الاسبير ونشوف شو الاسبير يارب يكون اشي جديد وحلو والاسبير جاي عنا هو نسخة طبك الاصل عن اسبير سير لانسلوت سير لانسلوت السبير المنستخدمه رح نشوفوا صورته حاليا انا قدامكم معلش ياشي المستخدمه لما نزيح الميني بوس للناس اللي بتلعب 30 هجمي في تواين بيكس او كاني بالي نستخدمه عشان نزيح الميني بوس فهو تكريبا للناس اللي ما عندهم سير لانسلوت رح تحصلوا نفس الاسبير موجود حاليا في نسخة الساموراي فان شاء الله انا رح اطوره ونطوره ليجندري ونستخدمه ونعمله عنه مراجع ان شاء الله في القناة اما بالنسبة للفي بوكس كيف ممكن نحصرهن للكويست لوك انا شايفهن لانه مخلص ستورم شيلد فنت نمبر ون في ستون وود اذا انت جديد على طور الزومبي مش رح يفتح عندك اي اشي الا لما تخلص الدفاع الاول من ستون وود والمهم هي مش سعبة ولكن لازم نتبلش فيها لما تفوت لطور الزومبي لما تخلصها رح تشوفين هون اذا خلصت دايلي كويست رح يطوني 100 V-Box 100 X-Ticket اذا خلصت 3 دايلي مشن رح تطوني 200 V-Box 200 X-Ticket وهكذا اذا خلصنا 5 دايلي كويست رح يطوني 300 مع 300 X-Ticket واخر الكويست رح يطوني 400 400 X-Ticket ولكن لازم تخلص 7 دايلي كويست فاذا بتجمعهم كلهم رح يطلع مجموحهم ال V-Box هنا اللي رح تاخذهم من الحزمة لما تشترك حزمة الساموراي ننتقل حياكم للباتر ريال ونشوف الاسكنات و الباتر ريال كيف وضعهن في الباتر ريال من روح على الاوكار من نشوف الاسكنات الجديدة اللي هو الاسكن اوكي هايو والباكباك اللي يعطونا إياها اللي طويل اللي مش عارفة ان دروح فيها فهي الشكل الشخصية انها في الباتر ريال نوعا ما حلوة ولكن شوي رسم عجق كنسخة الساموراي فرا اكيد رح تحصلها في طور الباتر ريال وتلعبها وتحصلها كمان في طور الزومبي وتلعب فيها كريسكين على الشخصية او القائد اللي عندك او الهير اللي دوت اللي انت عامل هيك تقريبا وصلنا لهاية الفيديو استعرضنا كل شيء عن الحزمة لما تشتيها شو راح تحصل عليها فاذا عجبك الفيديو لايك اذا انت جديد على القناة اكيد بنتشرف فيكم تشتركوا معنا ونصير اكبر على التشيوخ معكم وان شاء الله نوصل لخمسين الف اكرب وقت والسلام عليكم ورحمة الله في امان الله اشتركوا في القناة